كم سهرنا من الليالي للصباح إلى نمم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم زرثنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبناء وبنات طلبة الصف الثالث بأمر الله مهاردة هنبدأ حل اللي هي النمزج الشاملة على المنكة كل هنبدأ كده إن شاء الله بالنموذج رقم واحد موجود معنا صفحة 117 كتاب الامتحان طبعة 21 يلا بينا على بركة الله أول سؤال مع بعض إذا علمت أن البراميسيوم حيوان أولي تمام يتقاصر به الانشطار السناء إذا ما احنا عرفنا قبل كده وأحيانا باندماج أنوية خليتين معا في دوق ما درست عملية التقاصر باندماج الأنوية في البراميسيوم يترى تعتبر إيه؟ هل بتعتمد على انقسام الميتوزي؟ هل بتعتمد على انقسام الميوزي؟ هل بتعتبر إحدى صورة التقاصر اللاجنسي؟ ولا تنتج أفراد رباعية العدد الصبغي؟ طيب وهنا بيسألنا على مين؟ بيسألنا هنا على التقاصر باندماج مين؟ الأنوية تقاصر باندماج الأنوية طب احنا خدنا حاجة زي دي قبل كده فين؟ خدنا لو احنا فاكرين فيه اللي هي عملية الإكتران فيه اللي هو تحلب الإزبير وغيره تحلب مين؟ تحلب اللي هو الإزبير وغيره لو احنا فاكرين اللي هو تحلب الإزبير وغيره كده هنجيب الرسم بتاعتك كده ونفتكرة مع بعض عندنا هنا الإكتران سواء اللي هو إكتران اللي هو سلامي او جانبي في الاتنين هيحصل نفس نتيجة معايا المهمة اللي قدام ده اللي هو إكتران اللي هو جانبي عند هنا دي خالية دي خالية تانية هنا فيه نون هنا فيه نون هيندمجوا مع بعض ويحصل عملية إكتران فيه أحد اللي هي الأنوية هتبدأ تتنقل إلى اللي هي النواة الأخرى ويكون لها عند اللي هي اللاقاحة اللي هي الزيجوت اللي هي عبارة عن اتنين نون تمام؟ طيب دلوقتي أصبح عندي اللي هو الزيجو ده كام 2 نون ونخلي بالنا اللي هي الخلايا الأصلية كام نون فلازم العدد ده يرجع للأصل مرة تانية طب هيرجع ازاي؟ طبعا الزيجو ده بيبدأ يحيط نفسه الأول بي بسميها الأول اللي هي اللقاحة الجرسومية وبسميها اللي هي زيجو صبوخ اللي هي 2 نون بعد كده هيحصل مين بقى يخلي بالنا انقسام مايوزي انقسام مايوزي اختزالي يعني اختزالي يعني العدد هينزل للنص دلما هو اتنين نون هيرجع مرة تانية المين لنون تمام؟ وبالتالي هنا هيحصل هنا انقسام مايوزي وبعد كده طبعا هنا بيتكون اربع انواي وفيه تلاتة عنده يتحلل ويتفضل لوحدة بس وهنا لما تتحصن الظروف هيبدأ ايه يوم بتمقوم مين اللي هو ايه خيط جديد نفس الكلام ده هيحصل عندنا في اللي هو مين في اللي هو البراميسيوم اللي هو بيسألني عليه طيب ما نرجع بقى للسؤال تاني هل هنا اللي قدام هنا الاقتران هنا اعتمد على الانقسام الميتوزي ولا الميوزي ده الميوزي بيسأل ده غلب بالنسبة لنا طب رقم به تعتمد على الانقسام الميوزي طبعا دي ات عبارة صحي وزي الفل وحنا قلنا انقسام ميوزي علشان اتنين نون يرجع مرة تانية المين الى العدد الاصلي بتقول له هو ايه لهو نون بتعتبر احدى صور التقاصر اللاجنسي هو ده صور تقاصر جنسي ولا اللاجنسي طبعا تقاصر جنسي وبالتالي دي كمان غلط رقم دال تنتج افراد ربعية اللي هو العدد الصبغي هو اللي النتج عندي هنا كام مش كان نون مع نون كهول اتنين نون يبا ازا ده مش ربعي ده المفروض اتنين نون وبالتالي دي كمان غلط بالنسبة لنا يبقى الاجابة رقم مين رقم بي عند تزايد بروتينات الليمفو قينات لا يتأثر يا ترى مين اللي مش هيتأثر معايا لو احنا فاكرين اللي هي البروتونات دي اللي هي اليمفو قينات كانت بتفرز امتى كانت بتفرز لما عشان توقف اللي هي الخلايا الباقية البلازمية تمام طيب طبعا كان بتوقف عشان ايه ما تفرز سمين اللي هي الاجسامين المضادة وكمان كان بيتموت اللي هي الكثير من ايه من الخلايا ايه التقية والخلايا المساعدة والخلايا مين اللي هي السامة المنشطة طيب هنا بقول لي هنا لما تزيد يا ترى مين اللي مش هيتأثر معايا الرقم ألف عندي يقول لي إفراز الانترليكوينات والسيتوكينات طب ما احنا عارفين اللي هي الانترليكوينات والسيتوكينات كانت بتفرز منين اللي هي الخلايا اللي هي التقاية المساعدة وبالتالي هنا تتأثر معايا الرقم به إفراز اللي هي البيروفين والسموم اللين فوية برضا تتأثر معنا عامل اللي هي الخلايا البقية البلزمية ما احنا لسه بنقول بتموت اللي هي ايه الكثير منها بتوقف اللي هي المشرب بتاعها وبالتالي هنا مفيش أكسام مضادة هتطلع تخزين خلايا الزاكرة طبعا دية هي اللي مش هتتأثر يبقى عندنا رقم دال اللي هي تخزين خلايا الزاكرة إيه لا تتأثر لأن خلايا الزاكرة زي ما احنا عارفين بتقعد في الدم مدة كبيرة من حوالي من 20 إلى إيه 30 سنة أصغر وحدة انقباض في العضلة الهيكلية هي الوليفة العضلية القطع العضلية الليفة العضلية خيوط الميوسين طبعا أصغر وحدة انقباض عندنا طبعا اللي هي مين اللي هي عبارة عن اللي هي القطع مين اللي هي القطع العضلية بالإجابة رقم بيه اللي هي القطع مين العضلية رقم أربعة وسيلة منع الحمل التي تسمح بحدوث الانقسام الميوزي خلي بالي الثاني فاللوقع المشروط مشروط بحدوث مين الإخصاب للخلية البيضية السنوية يطر الأقرص ولا اللولب ولا الواقع الزاكري ولا التعكيم الجراحي طيب ناخد حاجة كده عندنا طبعا اللي هي أول حاجة اللي هي مين اللي هي الأقراص الأقراص اللي وإحنا فاكريين كانت بتمنى عملية التبويض من أصله لأنها كانت بتفرز اللي هي هرمونات مشابهة المين للهرمونات الانسوية اللي هي الاستروجين والبرجولسترون وبالتالي هنا بتوقف عملية التبويض أصلا تمام نيجي اللولب طبعا دي الإجابة الصحة عندنا هي طبعا اللولب ده هيحدث السنة اللي هو الانقسام الميوزي الثاني عادة خالص بس هنا كل مهمة اللي هو اللي بيمنع تعلق اللي هو التوتية فيه اللي هو مين قدار مين الرحم عندنا طبعا الواقع الزاكري زي ما احنا عارفين هيمنع اللي هو خروج الحيوانات منوية وطالما ما فيش حيوان منوية ومعنى كده مش هيحصل اللي هو انقسام مين ميوزي تاني انقسام الميوزي التاني علشان يحصل لازم الحيوان المانوي ويروحي خاصة بمين البوايدة وبالتالي هنا طالما فيه واقي زاكري معنى كده ما فيش اي حيوانات منوية وبالتالي ما فيش انقسام مين ميوزي تمام اما التعقيم الجراحي طبعا ده همنع لو هو عملية التبويض ايه من اصل وبالتالي ده غلط بالنسبة لنا يبقى الإجابة رقم مين رقم بيه عند قياس نسبة القواعد النتروجينية لحمد نووي كانت النسبة كالاقتي السيمين ب 26% الأدينين ب 20% الجوانين ب 23% السيتوزين ب 31% وبالتالي فان الحمد انه هو يطار دين ايه لو لمزدوك ولا دين ايه شريط مفرد ولا تي ار اي اي ولا ار ار اي اي طالما هنا لقيت انه هو هنا قدام هنا فيه اللواء السيمين معنى كده انه لا لقيت اللواء الار اي ايه بالنسبة لي يبقى كده الار اي ايه غلط لان ده موجود فيه اللواء الدي ايه فقط طيب ده اول حاجة طيب يا طرقي اللواء ده هل هو لو لمزدوج ولا شريط مفرد وعرف ازاي بمنطقة البساط احنا عارفين ان نسبة اللواء الادينين تساوي نسبة مين اللواء السيمين ونسبة اللواء اللواء الجوانين تساوي نسبة مين اللواء السيتوزين لو لقيت النسب ده متساوية معنى كده ل Judah لو لمزدوج ما لا تهاش متساوية يبقى ازا ده شريط مفرد طيب هنشوف كده عندنا هنبدأ بpin بالاديني الادنين عندي كام بـ 20% حلوة ده 20 طيب السايمين عندي كام بـ 26% يبقى ده ما بيسويش ده طيب نكمل كده الجوانين بكام الجوانين والله بـ 23% طيب السايتوزين بكام 31% يبقى زنده ما بيسويش ده يبقى معناك كده ده عبارة عن ايه عبارة عن تي ان ايه اللي هو شريط مين بفرد إنما لو لاية الادنين بيساوي السايمين والجوانين بيساوي السايتوزين النسب بتاعتهم في الحال دي كنت اختارت مين لو لب مزدوج يبقى الإجابة عندنا رقم B من الجدول المقابل الذي يوضح تركيز الأغسام المضادة في دم أحد الأشخاص خلال 50 يوم ابتداء من 1 مارس حتى 19 مارس تمام؟ حتى 19 إبريل من خلال ذلك نستنتج أن هذا الشخص تعرض للإصابة الأول مرة يوم 2 ولا 8 مارس ولا 10 مارس ولا 16 مارس نبص كده على قدامنا ده اليوم الخامس العشر الستاشر وهكذا وهنا مدين مين اللي هو تركيز الأغسام مين المضادة في الدم كان عندنا هنا يوم الخامس كان عند هنا تركيز اللي هي الأغسام المضادة اللي هو سفر في اليوم العشر أصبح 110 في اليوم الستاشر و120 في اليوم الخامسة وعشر مدأ يقل وبعد كده 35 مدأ يزيد تاني وهكذا وبدأ يقل مرة تانية هنا بيسألنا على مين بقول لي هنا الشخص اللي قدامه ده يا طارى تعرض للإصابة لأول مرة يوم كام طبعا ديت هنا أول مرة معناها أنه أنا بتكلم على مين على اللي هي المناعة الأولية مناعة إيه أولية يعني استجابة مناعية أولية طب ما احنا عارفين أن الاستجابة المناعية الأولية استجابة إيه سريعة ولا بطيئة طبعا استجابة بطيئة تمام طب كان بتستارك قدير لو احنا فاكرين كان بتستارك من 5 إلى 10 تيام علشان تصل إلى أقصى مرحلة عشان تكون لمين اللي هي الأجسام إيه المضادة علشان تبدأ تنشط مين اللي هي الخلايا اللي هي اللي مفويل بقية وإيه والتائية تمام يعني معنا كده بتاخد قد يقولنا من 5 إلى 10 تيام طيب هنا قدامنا اختيارات أول اختيار عندنا اتنين مارس احنا خلي بالنا هنا أول أجسام مضادة أنتجة يوم كام؟ يوم عشرة في اليوم العشر بدأ يطلع لمين أجسام مضادة لأن اليوم الخامس كان سفر مفيش خالص عندي هنا فمعنا كده أننا هاخد فترة معينة عشان أكون مين الأجسام المضادة اللي هي قلنا من 5 إلى 10 تيام طيب دلوقتي لو احنا اخترنا اللي هي اللي جاء بعدنا طبعا الصحة اليمين رقم ألف اللي هي اتنين مارس ليه؟ احنا قلنا قدامنا من 5 إلى 10 تيام عشان يبدأ يكون مين اللي هي الأجسام المضادة احنا دلوقتي الأجسام المضادة كونت يوم كام؟ يوم عشرة تمام؟ لو انا طرحتها من يوم اتنين هتفضل كام؟ 8 تيام هو دا الرينج بتاع اللي هيكون في مين؟ اللي هي المناعة الأولية طيب لو احنا اخترنا رقم 8 ليه ما اخترناش 8؟ 8 مارس والأجسام المضادة طلع كام؟ يوم عشر يعني الفرق بينهم كام؟ فرق يومين بس هل خلال اليومين هيكون الأجسام المضادة؟ طبعا لا احنا قلنا استجابة بطيئة مناعة أولية بطيئة بتاخد من 5 إلى 10 تيام يبازا 8 ما ينفعش معنا وبالتالي للباية دا كل غلق بالنسبة لنا بردك يبازا لجابة صحة رقم مين؟ رقم ألف أي من الصناعيات التالية تكون متباينة؟ متباينة عن ايه؟ يعني مختلفة المجموعة الصبغية فيما بينها هندور عن مختلفة طب نشوف كده رقم ألف عندنا بيقول لي ذكور نحل العسل طب ذكور نحل العسل كان فيها كم نون؟ كان عندنا نون وطحل بالإزبير وجايرة بردك نون يبقى الاتنين متصاويين ما ينفعش معنا يبقى ايزان ديات ما تنفعش معنا احنا مندور خليباننا على ايه؟ على المؤتباينة اللي هي مختلفة رقم به ناس كل من نحل العسل كان فيه كم نون? كان فيه اثنين نون؟ طب حشرة المن؟ بردك فيها اثنين نون اذا ده كمان مينفعش رقم جيم عندنا هنا بقول لي مين اللي هو زكور حشرة المن طب زكور حشرة المن كان فيها كم كان فيها اتنين نون طب وشاغلات نحل العسل كان برضا كفية اتنين نون اذا ده كمان ما تنفعش نيجه الرقم دال زكور كل من نحل العسل تلك نحل العسل كان فيه كم كان فيه نون طب وحشرة المن من كان فيها كم كان فيها اتنين نون يبا Technically البكن. يجب ايه ان זה حس Belinda الصح عندنا يبقى الاتنين المختلفين اللي هي الزكور كل من نحل العسل وحشرة مين وحشرة المن استخلص أحد العلماء استخلص أحد العلماء 4 و 6 من 10 في 10 وسلم 12 جرام من الدين ايه من خلية عضلية خلية عضلية يعني خلية جسدية خلية ايه جسدية حلو لفقر كم تكون كمية الدينيه التي يمكن استخلصها من خلية حيوان المنوي للفقر حينهم منوي زي ما احنا عارفين خلية جنسية خلية جنسية والخلية الجنسية زي ما احنا عارفين بتحتوي على نص المادة الوراسالية موجودة فين في الخلية مين الجسدية يعني احنا مفروض نجيب نص الرقم ده طيب النص ده بالنسبة لنا كم طبعا عشر استسالة بتنشر ما ليش عبقى بيها مغرد هاسم ده على الاتنين يبقى عندي اللي هي اربعة وستة من عشر على الاتنين يعني اللي هي اتنين وثلاثة من عشر في عشرة استسالة اتنشر او ممكن نعمل بالقالة الحزبة نقسم الرقم ده كله على كام على الاتنين هيطلع لي عندي اللي هو رقم بيها عندنا اللي هي اتنين وثلاثة من عشرة في عشرة استسالة كام استسالة اتنشر يبقى الاجابة رقم بيها عندنا العظمة التي امامك تدخل في تكوين مفصلين زلاليين في كم مفصل مفصلين . والله عزمة الفخص .يبابا تعطيب كثيرا .يا تعطيب المثروب ،قرد نقاط يمثرو في التجويف مين اللي هو التجويف اللي هو ايه الحق وطبعا ده بيعمل مين اللي هو مفصل ايه مفصل اللي هو الفخص يبقى هنا بيعمل مين مفصل مين اللي هو الفخص وطبعا الفخص ازا ما احنا عارفين مفصل واسع الحركة طب نيجي للتاني صد صد طبعا صد ده اللي هو مين اللي هو يكون مين اللي هو مفصل مين مفصل الرجبة يبقى هنا يتكون مفصل الرجبة ومفصل الرجبة ده مفصل محدود الحركة. نشوف الاختيار فاتصلنا على سين واسع الحركة و الله وصدrev詞 محدود من من الحركة brand. بقول لي الف محدود تفتيل محدودهي الحركة عند كل سين وصد طبعا глط. ووسائل الحركة في اللي انه غلط محدود الحركة عند سين ذا محدود? لاً لоче niveau دا كمان غلط. رقمنا 2008 واسع الحركة عند سين صح وبما الحدود الحركة عند ايه? عند اصاد واسع الحركة. تمام? وعند هنا يامة التانية اللي هو ايه? عند اصاد محدود مين? الحركة يبا ازا نجابة مين? رقم مين? رقم دال. الشكل المقابل يعبر عن مرحلة من مراحل دورة حياة خيط واحد يطوح له بالاسبير وغيره. خيط واحد خلي بالي معنى كده اما ما اتكلم على مين? على الالكتران الجانبي وليس السلامي لان السلامي كان عبارة عن خيطين. هنا بقول لي ايه? خيط واحد بس. طالما خيط واحد يبا ازا نبتكلم على مين? على الالكتران مين? الاكتران اللي هو مين? الجانبي. تمام? زي ما احنا شايفين كده هنا مديني هنا اللي هو بقول لي هنا مجموعة الصبغية وهنا الزمن بتاعي ده المجموعة الصبغية يعني ده يعتبر بالنسبة لي اللي هو نون ده بيساوي نون وده بيساوي اتنين نون. حلو قوي. طيب عند نقطة عند نقطة سين هنا اللي هي نون يعني هنا اصبح في البداية اللي هو عبارة عن نون. احنا عارفين اللي هي الخلية بتاعة اللي هو الخيط بيحتوى على ايه? على نون. تمام. بعد كده اصبح كم? اصبحت اتنين نون. اتنين نون يعني ايه? اللي هي عبارة عن اللي هي اللا هي اللا هي اللا هي او الزيجوت. يبا ازا انا نكون اللي هي اللا هي اللا هي اللا هي او ايه? او الزيجوت اللي هو اتنين نون. بعد كده بيبدأ يكون مين? زي ما احنا عارفين بيبدأ يكون اللي هي مثلا الزيجو سبور الزيجو سبور زيجو سبور زيجو سبور الزيجو سبور الزيجو سبور ظل على كده نحن عارفين مفروض الزيجو سبور يحصل له عملية انكسام اختزالي مايوزي علشان يرجع مرة تانية حالة تبعية مرة تانية نشوف كده الاختيارات هنا بقولي هنا رقم ألف رقم ألف بقولي اكتران سلامي هل ده سلامي؟ احنا قلنا ده جانبي صح ولا لا؟ يبقى بالنسبة لنا كده أي حاجة فيها سلامي غلط بالنسبة لنا يبقى ده فيه سلامي غلطه وده فيه سلامي غلطه يبقى ده الاتنين كده يركنهم على إيه؟ على جنب طيب نشوف كده اللي بعدها اكتران جانبي لحد كده صح دون تحسن الظروف وعندي هنا اكتران جانبي يا ليه تحسن الظروف هل هنا حصل تحسن الظروف طبعا لا لان لو كان حصل تحسن الظروف كان المفروض عندي اتنين نون دي ترجع لنون مرة تانية لانا ما رجعتش وقفت على مين على اتنين نون معنا كده هنا الظروف لم تتحسن اذا اللي جاب عندنا رقم مين رقم به من الاشكال التالية اي الاجزاء يتقرر بشكل متتالي لحماية احد الاحماد النووية من التلف طيب ايه اللي قدامي ده اصلا والله اللي قدامي هنا زي ما احنا شاهده كده هنا فيه تلات روابط هيدروجينية تلات روابط هيدروجينية وهنا فيه ربطتين بس طيب التلات روابط هيدروجينية احنا عارفين طبعا ده موجود بين حكتين فعندنا رقم طبعا دي حلقات السلوسية زي ما احنا اتفقنا معنا كده الحلقات السلوسية هتحصل بين حكتين بين اللي هو السيتوزين وبين اللي هو الجوانين طيب ما احنا عارفين اسطلا ان عندنا حاجة اسمه ما هي البراميدينات صح ولا لا والبراميدينات دى عبارة عن حلقة واحدة اللى هي بتا شمل اللى هذه النصب entferiblyة سيتوزين 興 Lore جغانين fantastic و هناك 3 حلقات هيدروجينية و هناك ربطتين هيدروجيتين ربطتين من الهيدروجين الطيب طب اللى هو الحلقة البيضاء الوحدة ده يا ترى مين طبعا الحلقة البيضاء التالتة ده عبارة عن طبعا الحلقة البيضاء عبارة عن اللى هوا السايمين says right يبا اللى هى 텔� таким عبارة عن اللى هو السايمين تمام وعند اللى هو الحلقتين اللى هو Кто اللى هو الى ادنين جميل اوى طالب مني في السؤال ايه بقول لي هنا اي الاجزاء يتقرر بشكل متتالي لحماية أحد الأحماض النووية من التلف طبعاً هنختار على طول مين رقم مين رقم أربعة اللي هو الإدينين يبقى عندنا الإجابة رقم أربعة اللي هو مين اللي هو الإدينين نحن عارفين طبعاً اللي هو المرن اي يحتوي على ديل عديد اللي هو الإدينين من اللي هو الإدينوزين اي اللي هو موجود فيه عشان حمايته من اللي هو التحلل من خلال اللي هي الانزيمات اللي هي موجودة فيه اللي هو اي السيتوبلازم يبقى اللي بيحميه من التحالل اللي هو مين اللي هو الديل عديد اللي هو إيه الإدينين اللي أنا بسميه اللي هي بيحتوي على قاعدة مين اللي هو الإدينين إحنا طبعا عارفين الدل ده اللي هو ديل اللي هو عديد للإدينين ده بيتكوى من حوالي متين اللي هو إدينوزين تمام وطبعا ده كان لا يمثل إيه لا يمثل شفرة كانت المهمة الرئيسية بتاعته اللي بيعمل عليه حماية اللي هو الـ M-R-N-A من إيه من التحالل احنا عارفين طبعا السيتوبلازم بيحتوى على انزيمات اللي هي ايه التحلل وبالتالي ده موجود عشان ايه يحمين نخلي بالنا اللي هو الادينوزين ده عبارة عن قاعدة الادينين اللي احنا منتكلم عليها وبترتبط مع مين مع سكر اللي هو الريبوز بس في نفس الوقت قلت ايه لا اعتبرها النيكلوتي ده ليه عشان مفيش مين مجموعة مين اللي هو ايه الفوسفات اكبر خلايا الدم حجما اكبر خلايا الدم البيضاء حجما يطرى الخلايا الباقية ولا الخلايا وحيدة النواة ولا الخلايا المتعدلة ولا الخلايا اللي هي القاعدية يطرى مين اكبر حجما طبعا عندنا اكبر حجما اللي هي مين اللي هي الخلايا وحيدة مين خلايا وحيدة اللي هي ايه النواة احنا عارفين طبعا ديتناو اللي هي تتحول الى خلايا بلعمية عند الحاجة تمام وفي نفس الوقت ديتناو بتلتهم اي جسم ايه غريب إنما عندنا تقريباً اللي هي الخلايا اللي هي متعدلة والقاعدية بيكون حجمها إيه قد بعضه متماثل تقريباً والخلايا مين البقية كمان بيكون حجمها إيه أقل منين من الخلايا مين وحيدة إيه النواة يبقى عندنا اللي هي أكبر حجماً اللي هي مين خلايا وحيدة النواة إذا علمت أن الشكل التالي يمثل خلية زي جود يبلغ الدمدة عبارة عن خلية زي جود فأي الاختيارات في الجدول المقابل له مصدر الدين إيه في كل منسين وصاد إيه سين ده؟ سين زي ما هنشاه الميتو كنديريا من الام وليس من الاب لان عند حدوث الاغصاب كان يدخل جوه البويضة اللي هو رأس وعنك الحيواني منوي فقط القطع الوسطى التي تحتوي على الميتو كنديريا لم يتخل جوه البويضة مصدر الميتو كنديريا فيه اللي هو الزايجو تلوى من الام مصدره من الام الانسة يعني. طب نيجي لصاد. صاد ديت اللي هي ايه? النواة. ايه اللي جواه النواة? الدين ايه? طب الدين ايه? زي ما احنا عارفين هيجي نمصه من الزقر تمام من الحيانون منوي ونمصه التاني منين من اللي هي ايه? البيضة. يعني معنى كده من الزقر والانسة. يبقى عندنا الاجابة. هنا بقول لسين احنا اتفقنا سين من الانسة. يبقى عند ده الف وبيكده غلط بالنسبة لنا. نيجي الرقم جيم ودال. احنا اتفقنا دلوقتي صاد مصدرها مين الزقر والانسة. يبقى عندنا مين? رقم مين? رقم دال عندنا. يبقى الاجابة هو رقم دال. اللي هو سين مصدرها الانسة اللي هي الميتوكندرية. صاد اللي هو دي انيه مصدره مين? اللي هي الزقر واللي هو مين الانسة. الشكل المقابل يوضح منظر امامي للجهاز التناسولي الانسوي. الجزء الذي يتأثر بزيادة مستوى هرمون البرجسترون في الدم يطره هو مين? اللي بتأثر بمين? بي اللي هو هرمون اللي هو مين? البرجسترون يطره مين? طيب نشوف كده. اللي قدامنا ايه البيانات اللي يطره اللي قدامنا تيقل اوه كده? عندنا سين اول حاجة كده. سين ده عبارة عن مين? سين ده زي ما احنا شايفين كده ده عبارة عن المبيض. تمام? صاد ده عبارة عن ايه? عبارة عن عضلات اللي هو الرحم. عين ده اللي هو المهبل. اللام ده اللي هو مين? اللي هو بيطانة الرحم. طب هنا بيسألنا على مين? بقول لي مين اللي بيتأثر بزيادة هرمون مين? البرجسترون. طب لو احنا فاكرين هرمون البرجسترون ده كان بيفرز منين؟ بيفرز زي ما احنا عارفين اللي هو البرجسترون. بيفرز من المشيمة في الرحم او من الجسم الاصفر قبل ما يكون ايه المشيمة. تمام لو ايه مفيش حمل. طيب كان مهمته ايه؟ كان البرجسترون ده اللي هو احنا فاكرين كانت مهمته بينظم اللي هو التغييرات الدمية فيه هن فيه الغشاء مبطل لبطانة مين? ريما انظر العحم. عشان يخليه يستقبل مين اللي هو ايه؟ البيضة. وتبدأ دقائد ايه يتكن موجودها الغدار ده؟ وكمان كان بينظم الو احنا فاكرين اللي هي التغييرات اللي كان بتحصل فيه حتى في الغداد مين اللي هي اية هي السادية اثناء ايه الحمل. كمان كده هنختار م اللي هي لام اللي هي بطانة مين؟ الرحم. يعني الإجابة رقم مين؟ رق لا يفضل ان يتعرض مريض السكر لضغط نفسي تمام لان زلك يسبب يا طرق الرقم الف عندنا كده رقم الف يقولي هنا ارتفاع نسبة هرموني الادرا نالين والكورتزون طب ناخد واحد واحد كده الادرا نالين اللي احنا فاكرين كان بيفرز منين كان بيفرز من اللي هو نخيع الغدة القذرية تمام طيب كده بيسميه هرمون اللي هو الطوار اللي هو احنا فاكرين بيفرز في حالة الخوف والقتال والهروب والكلام ده كانت مهمته ايه لو احنا فاكرين كان بيزود نسبة السكر في الدم وخلي بالنا ده بيقولي مريض مين مريض سكر تمام كان بيزوده ازاي كان بياخد اللي هو جليكوجين المتخزن في الكابد ويحوله الايه الى كولوكوز كان بيعمل حاجات تنزل اللي احنا افتكرها مرة كده بسرعة كان بيرفع ضغط الدم وكان بيزود كمان مين اللي هي سرعة انقباض مين عدرة مين اللي هو القلب طب نيجل الكورتوزون الكورتوزون لو زاد ارتفع معايا يا ترى هيعمل ايه؟ الكورتوزون ده كان بيفرز منين اصلا كان بيفرز من كشرة الودة مين القذرية كان له مهمة بالنسبة كان بينظم مين ايضا مين اللي هي مقدمين قربودراتية زي مين زي السكريات والنشويات معني كده الاانين اللي لو ارتفعهم هنا هزود النسبة السكر عند مين عند المريض ده وبالتالي ممكن يدخل فين فيه لو هو ايه؟ غيبوه بت مين سكر وبالتالي دي هات الإجابة هنا صح بالنسباءchę fears هيكون فيه مشكلة بالنسبة من للمريض ده البقاي هنا بقول انخفاض النسب بتاعتهم او ارتفاع الاذرانين والانخفاض التانية مفروض هما الاثنين لو زادوا هيا فيه مشكلة اللي هنا انخفاضوا هنا ارتفاعوا برده لمفيش مشكلة تشمل نتائج التحول البكتيري على تغير فيه لسولالة البكتيري R طب هنا احنا عارفين طبعا اللي هي عملت مين التحول اللي هي البكتيري طبعا لما كان بيحن اللي هو الفيران بسولالة S اللي هي المميتة كان بتموت بعد كده كان اللي هي R اللي هي غير مميتة اما كان بيحصل لها حاجة مجرد بس بيجال التهاب رائوي بعد كده انما بدأ يسخن اللي هي البكتيريا S ويخلطها مع اللي هي البكتيريا R كان بيحصل عملية اسمها عملية مين عملية تحول البكتيري وعملية التحول البكتيري معناها ان سولالة R اللي هي غير المميتة تحولت مين الى سولالة S اللي هي المميتة طيب الكلام ده حصل نتيجة مين نتيجة انتقال مين المادة الوراصية طب هنا بقول لي هنا الشكل الخارجي بس والمادة الوراثية فقط ولا المادة الوراثية والعملات الفيسولوجية فقط ولا العملات الفيسولوجية فقط ولا المادة الوراثية والشكل الخارجي والعملات الفيسولوجية هي اللي حصل فيها هنا التغير فيها طبعا الإجابة عندنا رقم دل ليه ودلوقتي عندي هنا اللي هي البكتيريا اللي هي R اللي هي غير مميتة تحولت إلى بكتيريا S اللي هي المميتة طيب اتحولت نتيجة ايه نتيجة ايه المادة الورؤسية اللي هو الدين ايه وبالتالي هنا طرامة الدين ايه دخل جوه البكتيريا واصبح هي زيها بالزبع هنا هيحصل اختلفين في الشكل الخاري اللي هو الغلاف الخاري بتاع البكتيريا هيبدأ يختلف وفي نفس الوقت عندنا οica اللي هي العاميات الفيسولوجية اللي يتم جوها تختلف لان المتحكم في كلام ده مين؟ المادة الورؤسية وبالتالي يتلمون المادة الوراثية هنا اصبحت موجودة جوه البكتيريا ديتنا كل ده هيختلف بالنسبة لنا وبالتالي اللي جابه مين اللي هي رقم ده تتم العملية في الشكل المقابل بكل الطرق التالية مع ده إيه اللي قدام ده ده نون تحول إلى اتنين نون نون تحول إلى اتنين نون طب ده ممكن يكون صدمة حرارية صح ولا لا ممكن احنا عرفين طبعا صدمة الحرارية او الاغصاب صح بردك او الواغز بالقبر كل ده صح عندنا طبعا صدمة حرارية او واغز بالقبر ده طبعا بسميه اللي هو تولد بكر صناعي تمام وبالتالي ده ممكن يحصل فيه او اللي هو الاغصاب اللي هو العادي اللي هو نون المغايدة يعني مع اللي هو نون من حرار ما نوع هيكون بردك اتنين نون فإزن التلاتة دول صح بالنسبة لنا اللي هو ألف وبيه ودال نمى رقم جيم هو اللي غلط عشان هنا بقول لي ايه ما عادة يبقى معادة مين ما عادة النمو الطبيعي معادة مين ما عادة اللي هو ايه النمو الطبيعي طبعا في الحالة دي طبعا مش يكون كم مش يكون اللي هو اتنين نون اخترنا هنا اللي هو النمو الطبيعي عشان هنا قال لي ايه قال ليه ما عادة احنا عارفين لو هو النمو الطبيعي ولو الخلية دي عندنا اللي هي عبارة عن نون هيحصلها زي ما احنا عارفين اللي هي انقسام ميتوزي وهيكون نتيجة الكلام ده هيطلع للي هي خاليتين كل خلية بتحتوى على إيه على نون إنما زي ما احنا شايفين هنا نون طلع لكام طلع لاتنين نون فإذاً ده الحاجة الوحيدة اللي هي إيه بالنسبة لنا ما تمشيش معنا في الإجابة فعشان كده اخترنا مين رقم جيم من الشكل المقابل أي الأشكال التالية يمثل الحالة سين زي ما احنا شايفين هنا ديها تعبارة عن عضلة العضلة ديها في حالة انقباض العضلة اليما التانية اللي هي سين ديها في حالة انبساط يبقى عندي ديها انقباض دي اللي هي الأمامية ديها في حالة مين انقباض أما العضلة التانية اللي هي سين بيسألنا عليه اللي هي في حالة مين حالة انبساط طيب حالة انبساط زي ما احنا عارفين يعني حالة راح تمام يعني حالة استقطاب وحالة الاستقطاب بيكون الغشاء من الخارج بيكون موجة بالشحنة أما من الجهة الداخلية بيكون سالب مين سالب الشحنة الكلام ده بينطبق على اللي هي الخلية العصرية والخلية مين العضلية فإذا دلوقتي هندور على اللي هو الغشاء من بره يكون موجب ومن جوه إيه هيكون سالب اللي هي حالة مين حالة استخدام أو حالة انبساط أو حالة إيه أو حالة راحة نيجي نبص لأول شكل كده عندنا من جوه موجب من بره سالب يبقى إيزا ده بالنسبة لنا غلط يبقى ألف كده غلط رقم بيه من بره طبعا ده اللي هو قلنا إيه ده عبارة عن مين اللي هي الخلية مين أو الغشاء مين اللي هي الليفة إيه الليفة العضلية وده اللي هي الخلية مين اللي هي الخلية العصبية احنا قلنا هنا عندي بره موجب جوه سالب بره موجب جوه سالب إيزا دي الإجابة الصحيحة بالنسبة لنا نيجي الرقم جيم عندنا من جوه موجب من بره سالب لأدعكس هنا بالتالي دي بالنسبة لنا غلط هنا جوه سالب من بره موجب لحد هنا صحيح تمام طب نشوف الهامات تانية كده من هنا المفروض يكون موجب من هنا يكون سالب هنا عكس زي ما احنا شايفين اصبح دي بالنسبة لنا اي غلط يبقى الاجابة الصحية رقم مين رقم بي ترتبط القواعد النيتروجينية مع بعضها بروابط هيدروجينية يطرى مين متمثلة يعني شكل بعضها هل ما احنا عارفين القواعدة بتاعتنا ان الايه بيرتبط مع اللي هو السيمين الادينين بيرتبط مع السيمين والجوانين بيرتبط مع مين بيرتبط مع اللي هو السيتوزين بالربطة اللي هي هيدروجينية سلسية ودي تساؤل هي هيدروجينية ايه سنائية تمام طيب يا هل هنا بقول لي هنا ترتبط القواعد النيتروجينية مع بعضها بروابط هيدروجينية هل اتنين شكل بعض هل دي شكل ديت هل دي شكل ديت طب غير متمثلة برضك لا متكاملة اه دي الاجابة الصح يبا إذن الـ A بتكمل الـ T والـ G بتكمل مين الـ C إنما المتاحة طبعا لا مش حالة اسمها متاحة لازم يكون ربط مين متكملة بحيث أن كل اتنين يكملوا A بعض يبا إجابة رقم G الشكل المقابل يوضح آلية عمل إحدى الخلايا المناعية داخل جسم الإنسان تتم هذه العملية يطرق فيهن في الدم ولا نخاء العظام الأحمر ولا داخل الخلايا المصابة بالفيروس ولا الغدة التيموسية إيه اللي قدامي ده؟ دي عبارة عن خلايا بالعملية كبيرة وده عبارة عن فيروس عليه إنتجينات والأخضر ده عبارة عن اللي هي الأجسام المضادة تمام؟ إيه اللي بيحصل اللي قدامنا طبعا دي عبارة عن عملية مين؟ عبارة عن عملية تعادل يعني تعادل التعدل معناه أن عندي هنا اللي هي الأجسام المضادة هتبدأ اللي هي موجودة طبعا الأجسام المضادة دي موجودة في الدم أو موجودة في اللمف بتبدأ ترتبط بمين بالانتجينات اللي هي موجودة على مين على سطح مين الفيروس وتمنع اللي هي ايه التصاقها بأغشية مين الخلايا والنفاذ ايه داخلها تمام وفي نفس الوقت كمان بتمنع اللي هو الدين الفيروسي من الخروج منين من جوة الخلايا مين المصابة طبعا بعد كده بيبدأ يحصل عملية اللي هي بلعمة زي ما احنا شايفين كده اللي هي خلايا البلعمية الكبيرة بتبدأ تبلع مين اللي هو ايه كانت مين الممرضة بعد ان يتم ينهار اللي هو التصاق اللي هو الاقسام المضادة مع مين مع اللي هي ايه مع الانتجينات طب القصة دي كلها تحصل فين يا طرف الدم ولا نخال عزام الأحمر ولا داخل الخلايا مصابة بالفيروس ولا الغدة تيموسية طبعا زي ما احنا للسائلين بتحصل في الدم او اللمف يبالي جاب عندنا رقم الف الشكل المقابل يمثل قطاع طولي في ظهرة نبات اي من التراكيب التالية مسؤول عن تكوين البزرة يا طرى مين مسؤول عن تكوين اللي هو البزرة طب ايه اللي قدامنا ده والله سين زي ما احنا شايفين ده عبارة عن الموتوك سين ده موتوك طب صد ده عبارة عن مين اللي هو التخت اللي هو بيحمل أعضاء الزهر تخت عندنا عين ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن كأس اللي هو السبيلات اللي هو انها اخضر زي ما احنا شايفين اللام ده اللي هي عبارة عن مين عبارة عن اللي هي ايه البيضات احنا عارفين ان اللي عندنا المبيض بيكون مين بيكون اللي هو الصمرة تمام? وعندنا اللي هي البيضة بتكون اللي هي البزرة وعندنا اللي هي البيضة تكون مين تكون اللي هي الجنين. طب هو عاوزي في السؤال وبسألنا عن مين تكوين مين تكوين البزرة. البزرة مين اللي هيكوينها اللي هو مين البيضة اللي هي مين رقم لام يبقى الاجابة عندنا رقم ده اللي هي ايه لام. في بكتيريا الشيريشي قلوي عند حدوث طفرة في الجين المسؤول عن تكوين انزيم بلمارت اللي هو الار انا ادت الى عدم تكوينه يعني هنا ما تكونش مين اللي هو انزيم البلمارة تمام? احنا عارفين طبعا اللي هو الجين ده مسؤول عن تكوين بروتين معين والبروتين ده اللي هو بيقف تركيب مين اللي هو انزيم مين البلمارة اللي هو الار انا ايه. طيب معنى كلام ده ايه؟ معنى كلام ده طالما الجين ما تكونش معنى كده ان عملية اللي هي النسخة نفسها هتبدأ ايه تتوقف. وبالتالي هنا مش هيكون معنى مين اللي هو الام ار انا ايه تمام؟ وطالما الام ار انا ايه هنا نتيجة التفرة ما تكونش معنى كده ان عملية التضاعف نفسها مش هتتم تمام؟ بالاضافة انا كمان بقول مين دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بكتيريا والبكتيريا دي منين من اوليات النواة؟ يعنى كل الموضوع ده سواء اللي هي عملية النسخة او عملية اللي هي الترجمة همفروض هتتم فين حتة هتتم داخل مين؟ السيتوب لازم. نشوف كده الاختيارات؟ بقول لي بينتق عن الكلام ده ايه يا ترى؟ رقم الف بقول لي هنا لا يتم تضاعف الدي ان ايه ولكن يمكن نسخ الام ار ان ايه؟ احنا قلنا ولا ده هيتم ولا ده هيتم لان هما الاتنين معتمدين على بعض لان الجين اصلا قلنا ما تكونش وطالما ما تكونش معنى كده الام ار ان ايه اصلا ايه مش هيتم عملية نسخة بالنسبة له يبقى ده بالنسبة لنا غلط رقم بها تتوقف عمليتي تضاعف الدي ان ايه ونسخ الام ار ان ايه تمام؟ دي الاجابة الصحيحة احنا قلنا الاتنين معتمدين على بعض طالما هذا يتسكه شيء إيبايزاً دا مش سيتم تمام رقم G يتم تضاعف د إن ما نسخ الام وار إن 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 طبعاً لا اليومي قلنا هنا لا تكون 현재 الجين وبالتالي هنا يتم تضاعف الدي إن إن إيه ولكن لا يمكن تسخ الام وار إن إن herbal البيت ولهذاIII دا مش سيكونا اذا علمت ان فطر الفيوزرايم من الفطريات التي تعيش فيه التربة وتهاجم المجموع الجزري للنبات الطماطم مما يمنع وصول المية والاملاح للأوراق مسببا ما يسمى بمرض الزبول في ضوء دراستك يرجع ذلك الى بيكلمني على مين يا جماعة بيكلمني على مية املاح طالما مية املاح يبازل لازم اتكلم هنا على مين على نسيج الخشب احنا عارفين الخشب مسؤول عن مين عن توصيل اللي هو المية والاملاح الى جميع اجزاء النبات طيب نشوف كده الاختيارات رقم الف عندي بيقول لي ايه عزل النبات للانسجة التي تعرضت للاصابة هو الكلام صح وزال فل بس هنا هو بيسألنا على نقطة معينة وبالتالي دي مش هتماشي معايا رقم بيه وهنا قال لي حصل النبات مين عمليات زبول خلي بالنا من الكلام ده يعني المية ما تغصيش للنبات انسداد اوعية الخشب نتيجة لتكون اللي هي تيلوزات طبعا دي الاجابة الصحية مزبوطة عندنا احنا قلنا الخشب مسؤول عن توصيل مية واملاح وبالتالي هنا نتيجة تكون اللي هي تيلوزات قال لي اللي هو الحجم اللي هي الاوعية ديت ان هو بالتالي يقدر مين الى ايه انسدادها رقم جين افراز النبات لمدة السمغة حول موضع الاصابة ده الاصابة داخلية اصلا وهنا قال لي هنا ايه قال للفطر ده والفطر ده بيهاجم مين المجموع الجزري تمام وهنا قال لي مين خاص بمين بمية او ملاحية ان هنا مش من بره تمام وبالتالي دي غلط بالنسبة لنا رقم ده تخلص النبات من الفطر بقتل انساجة والمصابة طبعا لا احنا قلنا هنا الاصابة نتيجة مين اللي هي اصابة مين اوعية مين الخشب يبقى الاجابة ارقم بها اذا كان تتابع القواعد النيتروجينية في جزء من شريط الامر ار ايه هو اللي هو قدامي ده تمام يكون تتابع القواعد النيتروجينية في شريط الديني القالب اللي هو الاصلي يعني هيكون ايه تراه هنا عندي خمسة شرطة ثلاثة شرطة ايباي اذا عندي اللي هو التجاهة الثانية هيكون ثلاثة شرطة خمسة شرطة تمام حلوة قوي عندي هنا اللي هو الجي هيقابلها مين هيقابلها اللي هو سي عندي السي هيقابلها مين هيقابلها الجي اليو هيقابلها ايه اللي ايه السي هيقابلها مين اللي هو الجي الجي هيقابلها مين هيقابلها اللي هو السي تمام توقع الان ماذا سيقابلها تي يبيع عندنا الشريط ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة طبعا ده غلط كده بالنسبان الثانيين قداء ايه الا اجابة معنا فيه اول عندنا قاعد اسمها ايه السي يبيع عندنا اول واحدة السي وبعدين الجي وبعدين الا ا تمام جي سي وبعدين التي يبيع ازا اجابة رقم مين رقم جي الطور الذي يدخل لجسم البعوضة بيدخل فين جسم البعوضة تمام مع دم الإنسان في دورة حياة البلازموديوم الملارية بلازموديوم الملارية تمام يا ترى الترى اللي بيخش فين خلي بالنا جوه جسم البعوضة جوه جسم مين جوه جسم إيه البعوضة يا ترى بيحصل له عملية تحلل طبعا لا مالهي كامل للدورة إزاي يهاجر للودد اللعبية للبعوضة لا ده مفروض أصلا بيتحول لليه أطوار مش جاية بعدين يحصل إخصاب وبعد كده يخترق لهو جدار مين جدار المعدة وبعد كده يتحول لكيصل البيض وبعدين يروح لمين للودد اللعبية مش هويهاجر على طول كده رقم جيم يتحول لأطوار مش جاية ناضجة طبعا دي الإجابة الصحيحة يبع عندنا اللي هو الأطوار المش جاية اللي هي النون اللي هي كتت موجودة جوه دم الإنسان هتبدأ تتنقل إلى جسم البعوضة بعد كده بتتحول لمين لأطوار مش جاية ناضجة بعد كده بيحصل عملية مين إخصاب ثم يكون الزيجت ثم اللي هو يتحول إلى طور إيه حركي ثم بعد كده يخترق مين اللي هو جدار معدة البعوضة ويروح لمين لليه اللي هو إيه الوعاب رقم ده بول ينقسم ما يتوزي عدة دورات في معدة البعوضة ينقسم انقصام ما يتوزي عدة مرات احنا قلنا بالنسبة ليه اللي هو الطور ده اللي هو هيتحول إلى الزيجت اللي هي الأطوار المش جاية ده هتحول لمين لإيه للزيجت وبعد كده يتحول لطول حركة نين نون باردك وبعد كده يحصل انقسام مايوزي وليس ايه مايتوزي عشان يتحول لمن ليه اللي سبيل رزاية اللي هو ايه اللي هو نون وبالتالي دي غلب بالنسبة لنا يبقى الإجابة رقم مين رقم دين الجدول المقابل يمثل مستوى سكر كولوكوس في الدم لدى ثلاث أشخاص واحد واثنين وثلاثة حيث يمثل رقم واحد شخص سليم يبقى رقم واحد ده عندنا ده شخص سليم بينما يمثل كل من اتنين وثلاثة شخصين يعانين من مرض البول السكري يبقى عند رقم واحد ده سليم اتنين وثلاثة مرضة بالبول السكري ايه العبارات التالية تتطفق مع هذا الجدول نشوف كده الاختيارات اللي عندنا رقم الف بولي يمثل اكس اكس اللي هو قدامي ده تركيز الكولوكوس بعد تناول وجبة غزائية طيب لما نجي نبص على اكس هنا الرقم هنا والارقم هنا اكس ازا ما احنا شايفين الارقام اللي هنا اقل من اللي هنا وهنا بقول لي ايه بعد تناول وجبة غزائية يعني المفروض بعد تناول الوجبة نسبة او تركيز الكولوكوس يزيد في الدم ما يقلش هنا اقل من هنا وبالتالي دي غلط بالنسبة لنا رقم بيه يمثل اكس تركيز الكولوكوس قبل تناول وجبة غزائية صح الكلام ده يبقى ازا دي عبارة صحيحة ليه عشان هنا الارقام اللي هنا أقل من اللي هنا تمام وبالتالي دي بيمثل اللي مين اللي هي تركيز الكولوكوز قبل مين تناول اللي هي وجبة الغذائية رقم جيم يمثل y تركيز الكولوكوز في حالة الصيام لمدة 12 ساعة طب ما احنا عارفين في حالة الصيام مفروض هنا تركيز الكولوكوز يقل في الدم هنا زي ما احنا شايفين زاد هنا خمسة واربعة من العشر بقى ستة وشوية هنا خمسة وستة بقى تسعة وهكذا كله زاد هنا بالنسبالي وبالتالي دي كمان غلط رقم دل يمثل وي تركيز الكولوكوز بعد الحقن بالانسولين هو مفروض وي ده يمثل وي تركيز الكولوكوز وي اللي قدام ده المفروض هنا الرقم هنا عالي المفروض هنا بعد الحقن بالانسولين اللي يحصل له المفروض يقل لي ميزيتش وبالتالي هنا كله زادي وبالتالي دي كمان غلط يبقى الاجابة رقم بي من التركيب المدعمة في النبات مدعمة رقم الف انابيب غربالية الانبيب الغربالية غير مدعمة لان دي عبارة عن خلايا برانشمية او بتليدي غل compr بالنسبة لنا. رقم بيه خلايا برانشمية غلط عشان دي خلايا رقيقة الجدر. رقم به اوعية الخشب طبعا ديها دي تصحة حشان ديها تنعه مدعمة وملاجنانة بمادة مين اللجنين الافي بعض الاماكن اللي هي بيكون بسمها النقر. رقم ده البول الخلايا برانشمية طبعا دي يكون في نسيج اللوه اللحاء ودي بيكون خلايا حية رقيقة مين الجدر وبالتالي برضا كي ما تنفعش معنا يبال إجابة رقم مين رقم بي الشكل المقابل يوضح عمل إنزيم إنزيمي قصر E1 و E2 1 و 2 على دين إيه فيروسي يتشابه الإنزيمين في إيه ترى رقم ألف تتابع النيوكلوتيدات عند موقع القطح احنا عارفين طبعا ليه إنزيمات القصر دي تنوى إنزيمات اللي هي القصر عندنا حوالي اللي هي 250 نوع من اللي هي الإنزيمات دي تنوى ودي تم استخلاصها من بعض اللي هي السلالات مين البكترية إيه المختلفة وإنزيمات القصر زي ما احنا عارفين بتتعرف على أماكن أو مواقع معينة على جزء اللي هو الديني الفيروسي وتبدأ إيه تهضمه تمام طيب الإنزيمات دي طبعا منسميها إنزيمات متخصصة إنزيمات إيه متخصصة لها أماكن معينة بتبدأ إيه التقطع من عندها اللي هي منسميها مواقع مين التعرف التشابه خلي بالي الإنزيمين في إيه ترى تتابع أن يكلو تدات عند موقع القطع هل لازم هنا التتابع بتاقي أن يكلو تدات هيكون زي بعضهم طبعا لا ده ما احنا لسه نقول للي هي متخصصة وبالتالي دي بالنسبة لنا غلط رقم بيه نوع الروابط التي تقوم الإنزيمات بكسرها طبعا ديات صح ليه عشان احنا عارفين طبعا اللي هي الإنزيمات ديات نوعه بتقوم بتكسير اللي هي الروابط التساهمية وبالتالي دي تقوم بتقوم 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 بت هل الهنا الاطراف اللي هتطلع من هنا زي الاطراف اللي هتطلع من هنا طبعا لا هنا مش متشابهين طبعا بيكونوا ايه مختلفين على حسب نوع اللي هو انزيم القصر اللي احنا ايه بنستخدمه وبالتالي دي كمان غلط يبقى الاجابة رقم مين رقم بيه اي مما يأتي من خصائص الجسم المضاد اي جي ام رقم الف يحتوي على خمس مواقع للارتباط بالانتجين هل هو عنده خمس مواقع لا ده هو عنده عشر وبالتالي دي غلط رقم جيم يرتبط بالخلايا القاعدية والمتعادلة احنا عارفين طبعا الجسم المضاد مفروض بيرتبط مين يرتبط بالجسم الغريب اللي هو الفيروس مثلا تماما عن طريق اللي هو الانتجينات وبالتالي دي غلط رقم ديل تنتجو الخلايا القاتلة الطبعية ايه رايكم صح والغلط طبعا غلط غلط ليه عشان مين المفروض ينتجو اللي هي الخلايا الباقية البلازمية بنجي الرقم بيه يحتوي على خمس مناطق ثابتة يحتوي على خمس مناطق ثابتة دي يتلقى اقرب هنا لإجابة مع العلم ان هي الإجابة هنا فيها اختلاف لان في بعض الكتب بتعتبر اللي هي مناطق السابتة ديت انها خمسة في كتب تانية بتعتبرها ايه عشرة مناطق مين ثابتة هنبص كده على الرسم كده ونفتكر مع بعض اللي قدامنا ده اي جي ام ازا ما احنا شايفين كده هنا قلنا له عشر مواقع ارتباط بي الانتجينات ادو واحد من اول هنا ادو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تبنيج المناطق السابتة احنا عندنا كده بالنسبة لي اللي هو تركيب الجسم المضاد هنا بالنسبة للكتاب اللي امتحان هنا اعتبر اللي هي المنطقة دي كده عندنا منطقة سابتة تمام فاعتبر كده كتاب الامتحان المنطقة الخضر دي كلها كده منطقة سابتة واحدة تمام في بعض القطب بتعتبر الجزء اللي هي المدى ده منطقة سابتة واليامة التانية اي منطقة اي منطقة سابتة اخرى هنا هماشي زي كتاب الامتحان وانا اعتبر اللي هي منطقة الخضر دي كلها لبعضها كده منطقة مين منطقة سابتة تمام يبقى عندي هنا لما نجي نعدي كده المنطق السابتة اللي هي قدامنا يبقى كده دي واحد كده بالنسبة لنا ادى اتنين تلاتة اربعة ادى خمسة. يبقى اللي جاء رقم بي. الشكل السابق يوضح احدى العمليات الحيوية التي تحدث لانتاج هنا زي ما احنا شايفين الشكل كده هنا حصل هنا اخصاب تمام وبعد كده هيبدأ يحصل. الشكل السابق يوضح احدى العمليات الحيوية التي تحدث لانتاج يطر ايه? ايه الشكل ده اصلا? زي ما احنا شايفين كده ده عبارة عن اللي هي مراحلة اللي هو الانقسام ميين الميتوزي دي عبارة عن خلية واحدة هنا نتاج لايه? اللي هو خليتين في الاخر. يبقى ده مراحل الانقسام الميتوزي. يبقى القدام ده مراحل الانقسام الميتوزي. طيب طلب مني ايه هنا? كل هنا رقم الف هنا. كل شكل ده يا طلع بيوحبر عن ايه? الحيوانات منوية لذكر نحل العسل. الحيوانات المنوية لذكر نحل العسل. احنا عارفين ان زكر نحل العسل بتنتج من بتنتج من اللي هو التوالد البكري. يعني اصلا عندنا اللي هو البيض اللي هو نون. تمام? البيض نون. اللي هو بتطلعه مين اللي هي الامة اللي هي اي ناس اللي هي النحل يعني. تمام? عن طريق اللي هو الانقسام الميوزي. الامة اصلا او اللي هي المالكة عندها اتنين نون. تمام? هيحصل عندنا انقسام ميوزي فاطلعنا البيض اللي هو اي نون. طب نون ده بالنسبة للي اللي هيحصل. ده بالنسبة للي هو الحيانات المنوية. ده بيعتبر حيانات منوية بالنسبة للزاكر. هنا هيحصل له عاملية التوال اللي هي النون. فإذن هنا ده يعتبر كده بالنسبة لنا انقصام مين? انقصام ميتوزيو. طبعا دي حالة شازة طبعا. يبقى اذن دي اللي جابة عندنا اللي هي مين? رقم الف. نجي الرقم به? الحيوانات المنوية اللي زكر حشرة المن. لزكر حشرة مين المن? طب الحيوانات المنوية ايه? عندها نون. تمام? وهنا الحيوانات المنوية هيحصل فيها ايه? هيحصل فيها اللي هو تقاصر جنسي. يعني تندبج مع مين مع البويضة اللي هي نون? فهتطلع لنا معنا كده نون اللي هو الحيوانات المنوية. مع نون من البويضة. هيطلع كم? هيطلع اتنين نون. طب ده? معنا كده ده عملية اخصاب. تمام? يعني تقاصر جنسي. وبالتالي ده مش هتماشي معنا بداية غلط بالنسبة لنا. الرقم جيم. بويضات ملكة نحل العسل. بويضات ملكة نحل العسل. طب الملكة اصلا عندها كم? عندها اتنين نون. تمام? هيحصل فيها ايه? انقصام ميوزي. ويطلع ايه? هتطلع نون. يبا ده برضك مش هماشي معنا بالنسبة لانقصام مين الميتوزي. نيجي الرقم دالي. جراسيم نابات الفيوجير. احنا عارفين طبعا الجراسيم اللي هي نابات الفيوجير عندها كم? عندها اتنين نون. تمام? هيحصل فيها انقصام ميوزي وتندينا مين? هتدينا نون. يبا معنا كده ده انقصام مين ميوزي وليس ايه ميتوزي. بيزا دي كمان بالنسبة لنا ما تنفحش يعني غلط. يبا ازا اللي جابة مين? رقم الف. يا رب كون فيهمنا? لحد كده ان شاء الله هنكمل المرة جاي مشيت ربنا عشان لسه في اسئلة كتير حوالي ستين سؤال. حلنا دلوقتي تتين سؤال من الامتحان. اتدعونا كده ان شاء الله نكمل معكم. يا رب كده بالتوفير لجميع. ما تنسناش من صلاح دعواكم. كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله بيدوك قادمة. والسلام عليكم ورحمته وبركاته.